فيما يتعلق بالتطورات الميدانية الأخرى دوت صافرات الإنذار منذ قليل في ثلاثة مواقع عند الحدود اللبنانية حتى الآن لم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي يوضح طبيعة هذه الرشقة التي أطلقت باتجاه تلك المنطقة وإن كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية قد اعتراضتها أو لا كذلك كانت صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة هذا الصباح في منطقة عكا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن رشقة صاروخية من 15 صاروخا أطلقت باتجاه هذه المنطقة اعترضت القبة الحريرية جزءا منها بينما سقط الآخر في مناطق مفتوحة بحسب ما تقول البيانات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي فيما تعلق بقطع غزة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته الشمالي القطاع قبل نحو أسبوعين أطلق الجيش الإسرائيلي عملية في منطقة جباليا فرض طوقا وحصارا على مدينة جباليا على مخيم جباليا فصل هذه المنطقة عن المناطق الأخرى في شمالي قطاع غزة وبالتالي عن باقي القطاع واليوم تذكر وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوات جديدة إلى تلك المنطقة من أجل توسيع العملية البرية هناك دون أن يذكر ما هي المناطق التي ينوي الاحتلال التوسع فيها في تلك المنطقة